تلك الرسل فاضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتر الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد Those messengers, we preferred some of them to others to some of them Allah spoke directly others he raised to degrees of honor and to Jesus the son of Mary we gave clear proofs and evidences and supported him with Jibreel. If Allah had willed, succeeding generations would not have fought against each other after clear verses of Allah had come to them, but they deferred. Some of them believed and others disbelieved. If Allah had willed, they would not have fought against one another, but Allah does what He wills. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلط ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون O you who believe, spend of that with which we have provided for you, before a day comes when there will be no bargaining, nor friendship, nor intercession, and it is the disbelievers Who are the wrongdoers? الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا يؤده حفظهما لكن الله الأولى لا يتحبه لا يتحبه أو يتحبه لا يتحبه لكي يكون موجود ما في السماوات و ما في الأرض من الذي يكون موجوده معه إذا كانت معه إليه يمكن أن يكون معه في هذه المنطقة وما سيكون معه في الأمر في الأنها وهم لن يكون بأمور شيء منه إليه إليه أكثر ما يشبه إليه إليه يشبه إليه ويأني أشعر وإنه لا يشبه في حيث أن يشبه إليه وأنه أكبر 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 أ من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله is the protector of those who believe He brings them out from darkness into light But as for those who disbelieve Their supporters are false leaders They bring them out from light into darkness Those are the dwellers of the fire And they will abide therein forever أَلَمْ تَرَ إِلَا الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ إِذْ قَال إِبْرَاهِيمُ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِّ وَيُمِيتِ قَالَ أَنَا أُحْيِّ وَأُمِيتِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقُ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِيتَ الَّذِي كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Have you not seen him who disputed with Abraham about his Allah because Allah had given him the kingdom when Abraham said to him my Allah is he who gives life and causes death he said I give life and cause death Abraham said warily Allah brings the sun from the east then bring it you from the west so the disbeliever was utterly defeated and Allah guides not the people who are wrongdoers